اشتركوا في القناة واستكمالا لذلك ومواكبة لأزمات الواقع الذي نعيشه أو تعيشه الأمة الإسلامية سنحاول اليوم سعادة مفاهيم إسلامية مركزية كالمصالحة وإصلاح ذات البين ففع مجال الإصلاح والمصالحة في الشريعة الإسلامية وكيف يتحقق إصلاح ذات البين وهل يجوز الزج بالخلافات الدينية والمثابية في المجال السياسي الإصلاح والمصالحة إذن هو موضوع حلقة اليوم من برنامج الشريعة والحياة مع فضيلة علامة دكتور يوسف القراضوي مرحبا بك فضل الشيخ أهلا بك أخي عبد السنة يعني فضل الشيخ كتوطيء لموضوع الليلة نريد أن نعرج بإجاز عن مفهوم الإصلاح والمصالحة كمفهوم ورد في مواضع كثيرة في القرآن والسنة النبوية هل هناك فرق بينهما؟ بين إيه؟ الإصلاح والمصالحة أو التأليف والإصلاح؟ تأليف والمصالح نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسواتنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد فقبل أن أجيب عن السؤال أنتهز هذه الفرصة فرصة هذه الأيام المباركة أيام عشر ذي الحجة التي صح الحديث بأنه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام يعني أيام العشر فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير إلى آخر الأعمال الصالحات الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن والصدقة وفعل الخيرات والصيام أيضا بعض الناس يستحب الصيام تسعة ذي الحدة وأوكد هذه الأيام يوم التاسع من ذي الحدة يوم عرفة الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه وجعله يكفر ذنوب سنتين إلا للحج الحج ليس مطلوبا منه أن يصوم يوم عرفة والقيام الليل في هذه الفترة من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل والحرص على الصلوات في أوقاتها وفي جماعة كل هذا مما ينبغي أن يحرص عليه المسلمون في هذه الأيام المباركة التي تنتهي بعيد الأضحى الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة على أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها وأن يتم عليهم هذا العيد بالأمن والإيمان والسلام والإسلام وأن يعينهم على تحرير أرضهم وتحرير أقصاهم وتوحيد كلمتهم والبعد عن الفتنة التي تفرق صفوفهم وتشتت جماعتهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العيد بشير خير وبركة وفتح على أمتنا جميعا إن شاء الله نعود إلى سؤالك التأليف والإصلاح قال هناك فرق بين التأليف والإصلاح طبعا التأليف إذا كان مخصود به تأليف القلوب فهذا من صنع الله عز وجل الله هو الذي يؤلف بين القلوب كما قال تعالى وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَا وَقَالَ عزَّ وَجَلْ يُخَاطِبُ رَسُولَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عاجز حاجة فتأليف القلوب هو من صنع الله عز وجل الإصلاح من عمل الناس سنهم الناس المؤمنون مطالبون أن يصلحوا بين الناس بعضهم وبعض وفي الآية الكريمة التي افتتحت بها المقدمة فأتقوا الله وأصبحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين جعل هذا من دلائل الإيمان ومن شروط الإيمان الإيمان لا يجوز معه فساد ذات البين وأن يجافي الناس بعضهم بعضا بل أن يعادي بعضهم بعضا فأكثر أن يقاتل بعضهم بعضا فاتتقوا الله لا خير في كثير من ندواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فالإصلاح بين الناس مطلوب طيب الملاحظ أيضا في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا هناك اقتران بين الإصلاح والتوبة كيف نفهم هذا الاقتران فضيل الشيخ؟ هناك يعني الإصلاح اقتران بأشياء كسيرة نقترن بالإيمان فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اقترن بالتقوى من اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اقترن بالتوبة في كثير من الآيات فعلا الذين تابوا وأصلحوا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فولئك معهم لأن التوبة تعني البراء من الماضي وأن نفتح صفحة جديدة والإصلاح يعني أن نعمر هذه الصفحات بالحسنات كنا نقترف السيئات علينا أن نعمل الصالحات فمعناها البداية العملية الجديدة لا ينفع توبة أحيانا نقول إلا من تاب وآمن وعمل صالحا لأن الكبائر تخدش الإيمان فمحتاج التوبة بعدها نجدد الإيمان والإيمان بعده الإصلاح أو عمل الصالحات فهذا كله يعني مطلوب من أهل الإيمان حينما يتحدث القرآن الكريم والسنة النبوية عن أهمية إصلاح ذات البين نسأل أنفسنا نحن أين هذا من التناحر والتنابذ الذي يميز حال الأمة الآخر الشيخ أين الخلل؟ طبعا هذا يجعل الأمة بعيدة عما يريده الإسلام وعما جاء به القرآن أن الأصل في الأمة أن تكون العلاقة بينها هي علاقة الأخوة أنت أخي وأنا أخوة يعني إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فعبر عن الأخوة يعني بالإيمان يعني لا يتم الإيمان ولا يصح الإيمان ما لم يكن الناس إخوة بعضهم وكونوا عباد الله المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يقبله إلى آخر لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تبادروا لا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله الأصل هو ففساد ذات البين هذه يقطع هذه الروابط التي جاء بها الإسلام ولذلك النبع صلى الله عليه وسلم اعتبر فساد ذات البين هي الحالقة قل ألا أدلكم على أفضل من دردة الصلاة والصيام والصدقة إصلاح ذات البين يعني بدل ما تروح تتهجد أو تروح تصوم الاثنين أو الخميس أو كذا وتترك الناس يتنازعون ويتقتلون لا ابزل جهدك أفضل من الصيام وأفضل من القيام مش من الفرائض من التطوع بهذه الأشياء أفضل من هذا إنك تسعى في إصلاح ما فسد بين الناس فإن فساد ذات البين هي الحالقة في رواية لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين موسى يعني تحلق لكن تحلق الدين لأن وراء فساد ذات البين هو إيه منكرات مستمر التحاسد والتباغد واستباحة الدماء واستباحة الأموال واستباحة الأعراض واستباحة شهادات الزور واستباحة الغيبة والنميمة وكل الرذائل وراء فساد ذات البين ولذلك كان من أفضل الأعمال التي ينبغي ويجب على المسلمين أن يمارسوها إصلاح ذات البين طيب أين المشكلة يا فساد شهر؟ أين الخلل؟ هل الخلل في الاختلاف نفسه؟ أم في فقدان أدب الاختلاف وإدارة الخلافات بشكل عنيف؟ هو الاختلاف طبيعي بين البشر لا بد أن يختلف البشر يختلفون عرقياً ناحية الأجناس والعروق ويختلفون لونياً ويختلفون لغوياً ويختلفون إقليمياً ويختلفون دينياً يقصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يسبحون الليلة والنهار لا يفترون إنما خلقهم خلق لهم عقولاً وخلق لهم فيهم غرائز وخلق لهم إرادات واختيارات لا بد إذن أن يكون هذا النوع مغايراً للملائكة ولهذا كان مكلفاً والتكليف ده الإلزام بما فيه كلفة ومشقة وهذا ابتلاء نعم إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاد نبتليه فكان هذا الابتلاء يدع للناس مختلفين قال ولو شاء ربك لدع للناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم قال كثير من الناس أي لاختلاف خلقهم لأنهم خلقهم متغيرين متغيرين عقلياً وإرادياً فلا بد أن تتغير أديانهم وتتغير اتجاهاتهم وتتغير مواقفهم فلا حرد في الاختلاف إذن إنما الحرد في أن يتحول الاختلاف إلى تنازل وإلى تفرق وإلى تعادي ولذلك القرآن يقول لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم تفرقوا إنه يؤدي إلى فرقة إنما أن يكون لي رأي ولك رأي أو لي دين ولك دين القرآن قال لهم يقول يا أيها الكافرون لا أعمل تفرقوا على دين قال لكم دينكم ولي دين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريئ مما تعمل أنا مش مسؤول عن عملك ولا أنت مسؤول عن الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وليه المصر إنما المشكل حينما أنت تقول لكم دينكم وليقول لك لا أنا لي ديني وليس لك دينه أنا لي عملي وليس لك إنه يصادرك يريد أن يفتلك في دينك يريد أن يغير دينك بالقوة هنا الخطر ففقدان أدب الاختلاف أو فقه الاختلاف هو المشكلة فعلا إنما ممكن الناس أن يختلفوا ويظل لكل واحد اتجاهه دينه مذهبه منهجه ولكن يحترم الناس بعضهم بعض ويحاور بعضهم بعض أنا أمرنا أن نجادل باللته أحسن الجدال هو الحوار نحاور مخالفين وكما قال تعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون يعني اذكروا نقاط الاتفاق الجوامع المشتركة فيه نقاط تمايز فيه نقاط اختلاف دائما بين الناس إنما في حالة الحوار نذكر النقاط المتفق عليه نذكر القواسم التي تجمعه بعضنا ببعض حتى يقترب وبعدين أسلوب الحوار أيضا يعني الحوار بالتي هي أحسن يعني بأحسن طريقة بأحسن ألفاظ بألطف عبارات كما القرآن ذكر لنا يعني نماذج من هذا في حوار المشركين ما قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين يعني هو بيشكك أننا لا هو نحن على هدى إنما في مجال الحوار نقول والله الواحد مننا سيكون مهتد والواحد يكون ضال وقل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون كان مقتضى التقابل قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تجرمون يعني إنما نقول أجرمنا إحنا ونقول عما تعملون حتى لا نضيف إليهم شف أهل أدب الخطاب حتى يقرب بين الناس بعضين ويؤنسهم ويبعد الجفوة فيما بينهم طيب فضلش يعني هذا موضوع التنازل وهذه اللغة الخطاب وأسلوب الحوار سنعود لي حينما يتحدث عن سليب المصلاح ولكن فيما يخص الطائفية هل يمكن اعتبار التبشير الذي يصاحب المطامع المذهبية والسياسية من الأسباب التي قد تؤدي إلى الفتن إلى التناحر إلى التنازع يقينا هذا وأنا يعني أذكر أنا كتبت هذا يعني في رسالتي التي قدمتها في مؤتمر التقريب الذي انعقد منذ سنوات في مملكة البحرين وذكرت فيها عشرة مبادئ وقواعد أساسية في الحوار والتقريب بين المذاهر لأن التقريب ليس مجرد كلمة تقال كي يكون التقريب يعني واقعا عمليا ويقرب بين الناس بعضهم وبعض لازم من خطوات عملية التقريب بدأ أول ما بدأ في مصر وكان مشايخ الأظهر هم الذين أنشأوا دار التقريب في مصر كبار الشيوخ الشيخ عبد المديد سليم ومن كبار الشيوخ الشيخ محمود شلتود الشيخ محمد المدني الشيخ عبد العزيز عيسى وكان من من أيدهم في ذلك الشيخ حسن البنة بدأ هذا التقريب بقى تقريب يعني ثقافي فكري كتابة أشياء تحاول أن أن تجمع ولكن الحقيقة أن التقريب لا تتم بهذا وحده لابد من خطوات عملية وأنا ذكرت في هذا الكتاب خطوات العملية أني لابد أن يصارح بعضنا بعضا مصارحة بالحكمة بيش بالحماقة أو بالمشدة لا مصارح يا جماعة فيه أخطار محدقة بنا لازم نعكزها وكزا ومن ضيء أنا زورت إيران منذ أكثر من ثماني سنوات في أوائل عهد الرئيس خاتمي في ولايته الأولى والحقيقة استقبال النبئيس خاتمي استقبالا حافلا والرؤساء يعني جميعا رئيس تشخيص النظام رفسنجاني وآيات الله العظمى كلهم قابلوني في طهران وفي قم وفي مشهد وفي أصفهان وفي غيرها وتحدثنا في التقريب وما ينبغي أن يعني يقدم ليتم التقريب ويؤتي أكله وكان من الأشياء الأساسية يعني مش هطول نذكر لك يعني قضيتين أساسيتين القضية الأولى تجنب المستفزات الأشياء التي تستفز وتستفير نعم يعني هذه ينبغي نترك ومن هذه الأشياء القول مثلا بإن القرآن ناقص وإن في مصحف فاطمة ومن هذه الأشياء سب الصحابة كبار الصحابة الذين كانوا من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، عمر، عثمان، طلحة، الزبير، عائشة التي نزلت تبريئتها من فوق سبع سماوات وجاءت آية النور تقول إن الذين داءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم لو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله منك لو لا يستمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين هؤلاء الصحابة كيف نسبهم نلعنهم كيف أنا ألتقي بك وأضع يدي في يدك ونحاول أن يقترب بعضنا من بعض ونتآخى في الإسلام وأنا أقول أبو بكر رضي الله عنه وأنت تقول أبو بكر لعنه الله ما أبعد الفرق بين رضي الله عنه وبين لعنه الله فلابد في الحقيقة من إننا نتجنب هذه المستفزات قال لي الشيخ التسخيري في ذلك الوقت إنما عرضت هذا الأمر إننا في مناهجنا الجديدة في التربية والتعليم بدأنا نذكر مواقف لأبو بكر ومواقف لعمر ما يعني ندسها كده يعني حتى يستطيع الطلاب أن يتدريج شيئاً فشيئاً يتقبلوا هذا وهذه خطوة جيدة ينبقى أن تتبعها يعني خطوات وأن أيضاً يتم هذا على المستوى الشعبي المشكل إن الأسرة بتلقن أبناءها مع لبان الأمهات كراهية الصحابة وكراهية أهل السنة وكراهية ويفعل هذا أيضاً أهل السنة يعني فالعملية تحتاج إلى تثقيف وتوعية شعبية وإلى تربية الأمة كلها على أدام خلف يدخل فيها المناهد التعليمية ويدخل فيها المناهد الإعلامية ويدخل فيها المناهد الأسرية ويدخل فيها الأشائر اليومية التعامل اليوم فهذا المستفزئ الأمر الآخر إني ذكرتهم إنه لا ينبغي أن يبشر مذهب بمذهبه في البلاد الخالصة للمذهب الآخر إذا كان هناك بلد أنا أروح أبشر بالسنة في طهران أو في القمة أو في مشهد كذلك لا ينبغي أن أروح أبشر بالمذهب الشيعي في البلاد السنية في مصر في السودان في الجزائر في المغرب في تونس دي كلها بلاد سنية وقلت الشيخ التسخير قلت له يعني هتكسبه إيه عشر عشرين مية متين ألف ألفين حتى قلت له هذا ما عندكم عشرات الملايين إنما ستكون النتيجة إذا عرف الناس ذلك إن يحدث توتر عام من الشعب كله واقف ضد هذا المذهب واقف ضد الذين يصدرون هذا المذهب ونعمل يعني هذا فكان من يعني هذا ما حدث في السودان قبل أيام نعم من إنصاف الشيخ التسخيري إنه قال والله صدقت أنا أحكي لك قصة حدثة لنا بعد أن قامت صورة صورة الإسلامية للإنقاذ في السودان كان بيننا وبينها مواد وصلة حميمية سمحوا لنا أن نفتح مكتبا في السودان وراح مكتب وراح واحد مدير وراح موظفون هناك ولكن بعد مدة هذا المدير اجتهد إنه ينشر المذهب الشيعي في السودان فنشر كتاب كده اسمه ثم اهتديت إنه واحد كان يعني سني وعرف إنه كان ضالا فاهتدى إلى التشيع ووزع عدة ألاف من هذه الرسالة فما كان من حكومة السودان إلا أن أغلاقت المكتب وقالت للرديد ارجع من حيث هذا هو اللي يحدث فنحن والعقلاء من رجال الشيع الكبار يعني كان في بيروت الإمام محمد مهدي شمس الدين رئيس المدر الشيعي الأعلى يمنع ويقول لا يجوز التبشير بالمذهب في بلاد المذهب الأخ العلامة أيضا محمد حسين فضل الله يقول هذا العقلاء والحكماء منهم يقولون هذا ولكن هناك أناس يعملون بعيدا عن هؤلاء ويحاولون فهتكون نتجة التوتر ما في العلاقات هل ربما أريد جواب عن هذا السؤال ولكن بعد الفاصل فالشيخ هل ربما لهذه الأسباب فشلت كل فكرة أو كل محاولات التقريب بين المذاهب أو لنقول بين أهل المذاهب أريد منك جوابا فالشيخ ولكن بعد هذا الفاصل مشاهد الكرام نعود لكم بعد الفاصل فابقوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم من جديد إلى برنامج الشريعة والحياة حلقة اليوم حول الإصلاح والمصالح فالشيخ كنت تتحدث عن موضوع التقريب بين أهل المذاهب أريد أن أسأل هنا هل ربما الإصلاح والمصالح يطرح كمشروع بديل عن فكرة التقريب بين أهل المذاهب هو يعني التقريب يعني المفروض أنه هو أمر دائم إنما الإصلاح أمر طاري يعني الإصلاح يعني تصلح فساد واقع بتحاول تطفئ نار مشتعلة هذا العمل الإصلاحي العمل الإصلاحي إنك شايف فتنة تطل برؤوسها وتكبر يوما بعد يوم ويغذيها بعض الناس بالوقود حتى تظل موشتعلة أنت بتحاول إطفاء هذه النار وهذا الإصلاح هذا لا يغني عن محاولة التقريب وإن كان هذه الأشياء التي نراها الآن تأكد تضرب التقريب في العمق لأن معناها لا فائدة من لم يؤدي إلى نتيجة لم يؤتي الأكلة فلذلك الأمر يحتاج إلى مراجعة ماذا أفد التقريب خلال هذه الأشياء ماذا كان فيه من خلل ماذا كان فيه من نقاط ضعف ماذا ينبغي أن يضاف إليه برأيك أفضل الشيخ أنت برأيك أنا أقول لك لماذا فشل هذا المشروع أنا مثلا أقول لك الآن التقريب الذي تم في مصر القديمة انتهى بلا شيء الآن حاولت إيران أنها تعمل مجمع للتقريب مجمع عالمي للتقريب بين المذاهب وضعت فيه ناس وأنا لما زلت إيران عرضوا علي أن أكون عضوا في هذا المجمع فأنا اعتذرت الحقيقة قلت أنا من دعاة التقريب ولكني أرى أن المجمع الذي أنشئ في إيران ليس مجمعا للتقريب أنا كنت أرى أن مجمع التقريب يحضر علماء المذاهب المختلفة والطوائف المختلفة لأنه الحقيقة ليس مذاهب الخلاف هنا ليس خلاف مذهبي هذا خلاف فرقي أنه فيه فرق وفيه مذاهب المذاهب الفقهية ما الخلاف منها يعني محتمل إنما المشكل الخلاف في النواحي العقائدية والنواحي الأصول ولذلك بيعتمدوا في هذا على حديث الفرق وإن كنتنا يعني لا أعتمدوا إنما فيه خلاف ولذلك الخلاف الأهل الأساسي خلاف سنة مع الشيعة خلاف السنة مع الأباضية الخلاف السنة مع الزيدية خلاف يعني إنما إنما الخلاف الفقهي يعني الماليكي والشافعي وحتى الجعفاري وحتى كل الخلافات الفقهية ممكن أن تحتمل إيه ما دولا بيزيدوا حي على خير العمل أو حتى الذين أجازوا نكاح المتعة هناك من العلماء الذين ليشوا بشيعة قالوا بهذا إنما الخطر فعلا في الجوانب التي تتصل بالعقيدة وبالأصول أنا أرى إنه لابد من مراجعة فقلت لهم إنه المجمع الذي أنشأته نشأ بإرادة إيرانية بقرار إيراني بمرسوم إيراني وإيران هي التي أنشأت المجمع وأنفقت عليه وعينت يعني آمينه العام واختارت الأعضاء أنا كنت أود أن يجتمع تكون شراكة أهل الطوائف المختلفة العلماء وإنشؤهم مجمعا حرا مستقلا ونجتمع فيه هذا أراه على كل حال هذا المشروع اصطدم فضل الشيخ بعقابات كثيرة على أرض الواقع لا نريد أن نحصل أنفسنا فقط على الحديث عن المشروع ولكن نريد أن نتحدث عن مفهوم الإصلاح والمصالحة بشكل عام هناك بؤر كثيرة تتنوع وتختلف أسبابه وبواعث اشتعالها لو فضل الشيخ اشتدت الخصومة فوصلت حدة الخصام والخلاف إلى حدة إلى حد الشقاق لرفض أحد الأطراف أو طرفين معنا أو أطراف مختلفة تقديم تنازلات هل يكون التنازل عن جزء من الحق أحد سبل المصالحة أولا يعني أريد هنا أن أقول بالنسبة إذا لابد لكي نصلح ذات البين لابد من البحث عن أسباب الخلاف أسباب النزاع والشقاق أسباب الحقيقية هي إيه ماذا وراء هذه لا نأخذ بظاهر الأمور قد يكون الدين ظاهرا وهناك أسباب سياسية دولة تريد أن تفرض نفوذها على بلد قد يكون هناك يعني اتجاهات خارجية مؤثرة خارجية هناك لعب من بعض الدول الخارجية القرآن حتى حذرنا من هذا قال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين لأن ما ديه واحد يهود اسمه شاسي بن قيس وقعد يثير العدوات القديمة بين الأوس والخزرق والتنافسات بينهم ويحكي الأشعار ويعمل حتى يعني تنادى الرجال يا الأوس والخزرق يا للسلاح يا للسلاح وجاء النبي يقول أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم ونزل القرآن يقول إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين يعني بعد وحدتكم متفرقين في شو عبر عن الوحدة بالإيمان عن إيمانكم يعني وحدتكم متفرق يعني إيمانكم كافرين أي بعد وحدتكم متفرقين بعد أخوتكم متعادين فلازم نشوف هذه الأسباب وبعدين نحاول نعالجها أما أن يكون السياسة اللي بترعب وعلى أن يبحث في الناحية الدينية وحدها لا يجوز يكون الدين له تأثيره فيه ناس متعصبين تعصبا دينيا لا يريدون هذه الطائفة أن تكون ولازم نهجرها ولازم تخلو المنطقة لنا نظرة طائفية متعصبة لازم معدش أقول لي لا ده السياسة لا لازم نقول الأشياء بأسمائها وحقائقها وبعدين مسألة التنازل عما أتنازل يعني هناك لا شك فيه أشياء ثوابت لا يجوز التنازل أشياء الأهل أنا أعتبرها أساسية في ديني لا يمكن أن أتنازل عنها ما تقول لي يا أخي وإيه يعني ما باكر لعنه الله ولا عائشة لعنها أقول لك لا إزاي هذا لا يجوز عندي دينا دي الإسلام يمنع سب الأشياء لا تسب الريح فإنها مأمورة لا تسب الحم فإنها لا تسب الشيطان وتعهد الله من شر كيف أسب أصحاب رسول الله فضل الشيخ الذين يرفعون أشياء على التنازل يستدلون أو يستشهدون بصلحة حديبية حينما تنازل أقول لك فيه أشياء يجوز التنازل عنها وفيه أشياء لا يجوز التنازل عنها فيه المبادئ الأساسية الثوابت القواطع في الدين في العقيدة في الشريعة في القيم في العبادات في الحلال والحرام دي لا أتنازل عنها فيه مصالح فيه أحيانا مصالح جوهرية ومصالح شكلية المصالح الجوهرية لا أتنازل نما الرسول السلام نما جاء في ظلح العذابية بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا نحن مهن عرف بسم الله الرحمن الرحيم دي نعرف بسمك الله خالص لم يكن بسم الله الرحمن خverts بسم الله خلالها بسم الله لحن ههو ظكر كنتم來 من محمد رسول الله بين محمد هذا ما تم SAR محمد رسول الله وسهيل بن عمر قالوا لا رسول الله احنا لو كان رسول الله ونعنت طبingsنا وكان تقول محمد بن عبد الله سيدنا علي رفض يا يكتب امتمسك بالحق انت الرسول قال يعني مش مسألة وقت الحق الان هو انا محمد رسول الله انا محمد بن عبد الله هو شطبها انه طبعا عارف اسمه يعني الانسان غير عادي يعرف شكل اسمه فكلمة رسول الله ها ما املها كده يعني فاحيانا فيه مصالح جوهرية لا يمكن يتنظر مصالح يعني شكلية فيه ولكن احيانا حقنا للدماء الضرورة تقتضي تنازل انا اقول لك مثلا سيدنا الحسن ابن علي رضي الله عنه الحسن الصبت ابن علي وابن فاطمة الزهراء رضي الله عنهم جميعا تنازل عن حقه في الخلافة حينما مات سيدنا علي رضي الله عنه مقتولا وشهيدا وبايع اصحاب سيدنا علي بايعوا كلهم الحسن عشرات الالاف من المسلحين بايعوه اميرا للمؤمنين وخليفة للمسلمين وهو حق بها واهلها ولكن سيدنا الحسن رضي الله عنه كان رجلا سهلا هينا لينا اراد ان يزمع كلمة المسلمين فتنازل عن حقه في الخلافة وامارة المؤمنين وراح للمعاوية وان لنمتنازل والرسول السلام نوه بهذا الموقف كما روى الامام البخاري في صحيح ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين تنازل عن حق ممكن تتنازل عن حقك انما لا تنازل عن دينك فيه اشياء يعني اذا اردنا ان نحدسه صلحا لازم نشوف نتعاون في المتفق عليه نتحاور في المختلف فيه نكف عن من قال لا اله الا الله لا نكفر مسلما يقول لا اله الا الله نحسن الظن بالمسلم اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم وهكذا يعني فالشيخ هناك حالات كثيرة تقع فيها خلافات لا يكون فيها الاطراف كلهم مسلمون على كل حال هناك بعض السادة مشاهدين ينتظرون على الهاتف نريد أن نشركهم حتى لا نطير عليهم انتظار هناك مهنة عطابة من الجزائر باختصار اخ مهنة تفضل سيدي السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام عليكم وبركاته تحيةنا الى الجزائر وليك الاخر عبد الصامد وتحية اجلال واكبار من هنا من الجزائر الى عالم الامة والشيخ الاقصى الذي نحبه في الله نعم فضيلة الدكتور يسفق عذاوي الذي نسأل الله ان يزيله عنا وعن الامة الاسلامية كل خير نعم بارك الله فيك يا اخ شكر الله لك فضيلة الدكتور الشيخ معلوم بان الصلح خير نعم والمصالحة فيها كل خير نعم ولكن فضيلة الشيخ اذا كان اناس من قومنا اي من بني جلداتنا يتأعمرون باوامر امريكية صهيونية وبالتالي لا يريدون الاصلاح والمصالحة وسؤالي فقط فضيلة الشيخ سؤالك باختصار راح مهنل ان الوقت ضيق سؤالي هو كيف انتعامل مع هذه الشلة التي لا تريد للصلح لانها تعتبر بعمل مصالحة الضرر على مصالحة الشخصية وخير مثل ما اقول هو لقاء عباس اولميرت وعناقه الحار والاكتسامة العريضة لزوجة اولميرت ورفضه ورفض عباس والشلة التي توحيط به استقبال رئيس وزراء حكومته اسمالهنية سؤال واضح شكرا لك محمد او مهنة عطابة الى محمد سعيد بالولايات المتحدة اخ محمد تفضل السلام عليكم وعليكم السلام في الحقيقة انه قضية الخلافات ما بين الشيعة والسنة انا اعتقد فيها جهل جهل تماما بالرأي الاخرى وبعدين السياسة تلعب فيها طيب اخ محمد دينا الوقت ضيق جدا عفوا نريد سؤالة مباشرة اخ محمد الى المانيا من اسبانيا وكنا نصلي وراء الشيخ الشيعي المعروف محمد بهشتي وبصراحة رغم انه انا سني ومن الشافع المذهب الشافعي لا اعرف عن المذهب الشافعي على الاطلاق بصراحة انا عيش طول حياتي بالغرب وكان يقولون لانك انت من المذهب الشافعي فانا بدأت اصلي بعد محمد بهشتي اتبع بالصلاة ما يقوله المذهب الجعفري وانا ما اجد على الاطلاق اي مشكلة بالبرة وعندما ذهبت الى ايران في اواخر السبعينات صليت في جامعة الطهران هناك مع الناس وصلاة هذه تماما في اي مكان اخر فانا الحقيقة استغرب يعني ايش الامور هاي ليش ما انه نحاول نسهم الاخرين ونحاول لانه اسبابه الجاهز بصراحة يعني طيب الفكرة واضحة شكرا لك محمد الحسين من مصر تفضل والاشياء الاخرى الحسين حميد من مصر تفضل حسين حميد ربما غير جاهز فضل الشيخ قلنا اذا هذا الامر الذي تحدثت عنه اذا كان المسلمون هم المختلفين لكن احيانا كما في بعض الدول يكون المسلمون طرفا في النزاع او الاختلاف ويفترض ان تكون المرجعية التي يعودون ليها مرجعية متعددة كيف يتم هذا الامر انا اريد ان اعلق على حميد اخوة الذين تحدثوا هؤلاء يعني طبعا احد الاخوة تحدث عن الخلاف بين الاخوة الفلسطينيين بعضهم وبعض انه الخلاف الذي تعانيه امتنا ليس الخلاف بين السنة والشيعة فقط للأسف هو هذا الخلاف الكبير الان والواضح الذي يظهر في العراق لان اثاره هائلة يعني قتل بالعشرات وبالمئات وقتل يومي وتحجير وقتل على الهوية ويعني اشياء يعني تشيب من هولها الولدان فمن حق هذا الخلاف الطائفي ان يبرز وان يتصدى له العلماء وان يتحدثوا عنه بصراحة وانا كثيرا تحدثنا في هذا البرنامج عن هذا الامر وتحدثت في خطب الجمعة وتحدثت في محاضر لان الامر لا ينبغيس لا يجوز السكوت عليه بحال من الاحوال ولكن ليس معنا هذا انه لا توجد خلافات اخرى توجد خلافات بين السنة بعضهم وبعض كما رأينا بين الفلسطينيين يعني هذا امر لا يجوز الفلسطينيين وصلوا الى حد الاقتتال يعني وسفك الدم الفلسطيني من الفلسطينيين وانا قلت في المؤتمر القومي الاسلامي الذي انعقد يعني منذ يومين في الفقار هتقولهم والله كل رسرصة تطلق في صدر فلسطيني كأنما تطلق في صدري كل قطر الدم يعني تراق من فلسطيني كأنما تنزف من دمي هذا ما نقترب من الصهينا ونقابلهم ونبتسم لهم ونصفعهم ونضع يدنا في ايديهم ولا نقترب بعضنا من بعض هذه مشكلة كبرى ما يحدث يعني في كثير من بلاد الاسلام يعني انا في هذه الايام ادعو الله باستمرار في صباحي ومسائي وفي خلوتي وفي دلوتي وفي السحر وفي السجود انه يعني يجمع كلمة هذه الامة واحد صفوفها في العراق وفي فلسطين وفي افغانستان وفي الصومال وفي كل بلاد المسلمين نزاع بين الحكام والمحكمين نزاع بين الاحزاب بعضها وبعضها مش بس النزاع فيه نزاع ديني وفيه نزاع سياسي وفيه نزاع ايديولودي وفيه نزاعات مختلفة ولا من نتعلم ادب الحوار يعني بعضنا مع بعض اذا الاصلاح والمصالحة هو اعام من موضوع خلاف الشيعة والسنفة للشيخ يعني كما قلت قبل قليل هناك احيانا خلافات بين اطراف تختلف باختلاف مرجعياتها الفكرية والقيامية والمذهبية في هذه الحالة كيف يمكن او على اي اساس ستم المصالحة ومن يتولى هذه المصالحة انا قلت فيه اسس هل العلماء ام المجتمع المدني ام اطراف خارجية لا بد ان يشترك الجميع المسئولية مشتركة يعني لا نستطيع ان نحمل العلماء وحدهم المسئولية ولا رجال السياسة وحدهم المسئولية ولا رجال الفكر وحدهم المسئولية الكل يشترك حديث النبو يشير الى هذه الحقيقة الاشتراك في المسئولية كلكم راعي وكلكم مسئول عن رعيته دايما الناس يحاول انه يفر من المسئولية وحملها يقول ناس يقولك العلماء هم اللي مسئولين والعلماء يقول الحكام والحكام يقولك القوى الخارجية وكل واحد يحاول ان يهرب ويفر من تحمل مسئوليته كلنا مسئولين العلماء مسئولين خصوصا في بلد مثل العراق العلماء من الشيعة ومن السنة خصوصا من الشيعة لأن علماء الشيعة قادرون على توجيه أفرادهم أكثر من قدرة علماء السنة على توجيه أفرادهم الشيعة مرتبط بمرجع من المراجع ويتبعه فيما يقول له لو قال الشيعة المرجع للشيعة منه كذا وزي قلنا آيات الله العزمى السستاني وغيره من الآيات العراقية هؤلاء مسؤولون مسؤولية يعني الأولية عن تحريم قتل المسلم علشان هويته هذا القتل والخطر ومش بس قتل مساجد يا شفر شيخ تعذيب الإنسان قبل موته يا أخي أردت تقتله اقتله وريحه لماذا تعذبه قبل أن يموت هذا دليل على أن فيه حقد أسود دفين يريد أن يجي يعني واحد عادي فيه الشغله يا أخي هذا ما هذا من أين جاء هذا الإسلام الرسول عليه السلام قال يعني لمن يذهبون للأقادة الذين يذهبون لقتال الأعداء لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تغلوا لا تغدر بالعدو ولا تمثلوا ما تمثلش به تعني بعد ميموت تقطع ودنه أو تعمل كذا ده بيمثل به قبل أن يموت بيعذبه قبل ما يموت يفضل يعذبه بعضين يموته طب حد ماذا نقت موته الأخ طيب فضل الشيخ ما هي القواعد الشرعية التي تحكم عملية الإصلاح والمصالحة القواعد الشرعية من أقول لك هناك قواعد يعني تحكم هذه فيه يعني بعض الإخوة ألف كتابا اسمه فقه الائتلاف نحن كنا بنسمي هذا الأمر فقه الاختلاف نعم يعني الاختلاف له فقه كيف يختلف بعضنا مع بعضنا وذكرت بعض قواعد هذا الفقه في كتاب لي اسمه الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم وذكرت عشرة قواعد في هذا الأداب الاختلاف فأحد الإخوة عبر عن هذا الأمر يسمى فقه الائتلاف لأن إحنا المقصود بفقه الاختلاف إيه؟ أن نأتلف نعم يعني إحنا مش عايزين فقه الاختلاف لأننا نظل مختلفين لا بالعكس عايزين نحاول أن نصل إلى إلى الائتلاف فهناك الأشياء ذكرت أشرت أنا إلى أشياء منها مثل الكف عن كل من قال لا إله إلا الله الإحسان الظن بالمسلم هناك خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشر الأوليان حسن الظن بالله وحسن الظن بالناس والأخريان اللي يتفقهما شيء من الشر سوء الظن بالله وسوء الظن إحسان الظن بالآخرين ده الما دايما أتخذ الوجه الأسوأ إذا كان الشيء له احتمالين أخذ أسوأ لإحتمالين لا هذا إياكم والظن فإن الظن أكذو حسن الفه أن أحسن فه الآخر أن أتجنب التكفير لا أكفر المسلم أن أتجنب ما يثير الفتنة الإنسان واحد يبعد عن مثيرات الفتن يعني دايما يبحث عن ما يبني ولا يهدم وما يجمع ولا يفرق وما يقرب ولا يباعد هذا هو يعني المفروض نعم طيب لأن الوقت ضيق لدقيقة ونستقريبا تحدثنا عن دور العلماء الذي يمكن أن يطالع به في مسألة الإصلاح والمصالح ولكن فضل الشيخ المصلحون ليسوا فقط من العلماء قد يكونون من أفراد المجتمع الأهلي المدني أو شخصيات بارزة ولكن هل الإرادة الصادقة وانيات الحسنة وحدها تكفي لكي يطالع هذا الشخص أو ذاك بمهمة الإصلاح والمصالحة ما هي شروطة يجب أن توفر في هذا الشخص الإرادة مهمة هو النية الصالح لابد أن تتوافر نعم يكون فيه نية فيه رغبة حقيقية في أن أصالح معك وأن أقترب منك وأن أضع يدي في يدك لازم هذه إنما ليست وحدها لا لازم وحدها لابد من حسن الفهم ولابد من خطوات عملية هذه الخطوات العملية هي التي تقربنا من الموقع الحقيقي للتصالح لابد إنما مجرد الأماني لا ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب الأماني وحدها لا تصنع يعني حياة إنما لن يصنعها العمل مع النية لتنين إنما الأعمال بالنيات وإنما الأعمال يعني عمل ونية فلازم نية ولازم عمل ولازم يكون هذا على بصيرة وعلى نور قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني بأواضح الأمر أمامنا لا يكون فيه غبش ولا لبس أعرف هدفي وأعرف طريقي إذا عرفت الهدف وعرفت الطريق وآمنت بإنه لابد من تحقيق الهدف ولابد من الوصول إليه وسلكت السبيل الموصل فإن من سنن الله سبحانه وتعالى أن يهدي من جاهد في سبيله كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين بارك الله فيك فاضي الشيخ للأسف انتهى وقت البرنامج شكرا لك وشكرا لكم مشاهدين كرام لمتابعتكم ولكم في الختام تحيات مصور طرفيح في الإخراج ومعتزر خطيب في الإعداد ولكم من عبد السلام الناصر وباقي الطاقم المشرف على هذه الحلقة إلى لقاء في حلقاتنا القادمة بحوال الله